حفيدة صاحب الشركة بتتحدى ان هي تنقذ شركته في خلال سنة واحدة بس مع انها من غير اي خبرة وانك بتقابل بطلنا عقري التكنولوجيا وواحد من اجمد المهندسين في الصين واللي كانت بتحبه من ايام المدرسة فهل العلاقة دي هتأثر على قرارتها في الشركة وهل هو اصلا هيتقبل انها تبقى مديرته ويا طرى هتعرف تنقذ الشركة فعلا ولا لا فيلا بينا نشوف ايه اللي هيحصل بيبتدي مسلسلنا مع شو اللي قاعد في اختبار مهم في الشركة على صاروخ فضائي وفي نص الاختبار بتحصل مشكلة كبيرة بس شو لعب كري بيقدر يحلها علشان ينجح في المهمة بتاعته وبنروح بقى لشيانج اللي بتكون قاعدة مع جدها صاحب شركة وايلين واللي بيقول ان الشركة خلاص قربت تفلس وان ما فيش حل قدامه غير انها تمسك هي ادارة الشركة مع انها فشلة يعني وهو حاسس كمان انها تضيعه بس الشيانج بتقوله انها ترفعها بيعات شركته لأكتر من 10% وفي المقابل مش عايز حد من العيلة يكلمها تاني عن الجواز وبتاخد شنطها وتروح على المطار وبنشوف برضو انه شو رايح نفس المطار مع اخو الصغير ومساعده لينج وفي المطار بتشوف شيانج اخو شو الصغير وهو قاعد وبتروح تعود جنبه وتهزر معه شوية لحد ما تيجي الطيارة وتمشي ولما بتوصل بكين بتلاقي مفيش تاكسي عايز ياخدها لحد ما بيقولها سواء ان الحل الوحيد انك تركبي معايا وانا هيخد نستانية غيرك والفلوس تتقسم عليكم كلكم احسن بقى ما تدفعي لوحدك فبتفتكر كلام جدها اللي قال لها انه هيشغلها في الشركة بتلات شروط مفيش فلوس ديادة مفيش منصب عالي ومحدش يعرف انها حفيته فبتكرر تركب التاكسي وخلاص ما هو مفيش فلوس بقى وهنا بيوصل شو اللي معايا علشان يغضوا نفس التاكسي برضو واول ما بتشوفه شيانجي بتفتكره على طول وبنعرف انها كانت بتحبه زمان ايام المدرسة ولما رحت له مرة تطلب منه يحضر عيد ميلادها كسفها وقال لها لا مش عايز يجي وطبعا شيانجي بتبقى مكسوفة منه وبتغطي وشها علشان ما يتعرفش عليها وطبعا كله بيبقى مستغرب هي مخبية وشها كده ليه لحد ما السوا بيقولهم العربية عطلت ولازم كله ينزل منها فبتفضل وقفة معاهم لحد ما ييجي تاكسي تاني وبيركبوا تاكسي جديد سوا وبتبعد شيانجي لصحبتها انها ركبة جنب شو اللي شكله عادة وبقى بيبيع عربيات وسوا يتاكسي مش بيكون عارف الطريق اللي المفروض يمشي فيه فبياخد من شيانجي موبايلها علشان يمشي عليه وهنا بقى صحبتها بتبعد فويس بتقولها فيه انت لسه بتفكري فيه لحد دلوقتي وبتتريق عليها وطبعا كل اللي في العربية بيسمعوا الكلام ده وهي بتبقى عادة في نص هدومها حرفيا لحد بقى ما بتوصل اخيرا وبينزل وراها شوي يقول لها ما كانش لي لازمة جو الحرمية وانك تغطي وشك ده وبيسيبها عند السكن بتاعها وبيمشي وبنشوف بقى النشوع عبكري وشغال على مشروع جديد ليعلاقة بالجي بي اس وتاني يوم بتنزل شيانجي بدري علشان تروح الشركة وبتقف مستنية عربية توصلها وهنا بقى بيقفل قدامها وبيقول لها انا شفت كين بارح وبيعرض عليها انه يوصلها بس بتقول له لا شكرا وبيوصل بعد كده تاكسي علشان تركب فيه وبتكون رجبة فيه واحدة اسمها لين وبتعرف انها كمان شغالة معاها في نفس الشركة وطول الطريبة بتفضل لين تشتكي ان الشركة دي ماشية بالكوسة والوصايت وطبعا مش عارفة ان دي تبقى حفيدة صاحب الشركة اصلا وبيفضل اللي اتنين يحكوا مع بعض لحد ما بيوصلوا الشركة اخيرا وبتلاقي الشيانج انه لسه فيه وقت فبتدخل تجيب قهوة وبتلاقي لين برضو وقفة تجيب قهوة هي كمان وهنا بقى بتوصل يان اللي شايفة نفسها وبتبقى عايزة تدخل تجيب طلبها قبلهم بس الشيانج بتحط عليها وبتخلي لين تاخد قهوتها وهي كمان بتاخد قهوتها وبتمشي وتسيبيان بقى وقفة مش طيقة نفسها ولما بتطلع بتفضل تجري علشان تلحق الأسنسير وبيشوفها شو اللي تلع شغال معاها وبيفضل يطبل لها شوية وبيخليها تقابل تشان المديرة وبعدها بيقول لها انت هتشتغلي مع الفريق التقني ولازم تقابلي القائد بتاعهم فبيدخل شو القائد وبتفضل للمديرة تشان تحط عليه بالكلام وتقول له انت البرنامج بتاعك ضايع والنسبش بتعرف توصل للمكان اللي عايزينه وبتقول له شوف حل الجي بي اس بتاعك ده بدل مرفد اتيم كله وبتبقى شيانج قائد لمجموعة غير مجموعة شو على اساس المنافسة تزيد يعني والشغل يبقى احسن ولما بتطلع شيانج وتمشي مع شو بتقع وهو بيمسكها بس بعدين بيسيبها تقع علشان الموظفين كانوا بصين عليهم وكل ده طبعا يانو اللي معايها عملين يتفرجوا وبتقول لهم انا لازم اعرف دي مين علشان شكلها كده واحدة مش تمام بعدها بقى الواحدة اللي مش تمام شيانج يعني بتروح المكان اللي المفروض هتشتغل فيه وبتقدم نفسها على انها قائدة الفريق بس طبعا كله مش بيبقى طيقها لحد ما بتشوفها لينو بتقول لها عودي على المكتب ده لحد ما نظم باقي المكان وبتشوف السيفي بتاعها محطوط على المكتب وبتبص عليه علشان تعرف ان اللي كاتبه مطلع عدفها وعلشان كده محدش طيقها فبتتصل ببقى اللي كاتب السيفي وبتقول له انت ايه اللي انت عامله ده بس بيقول لها ده اللي لقيته في شهادك انا عمل ايه يعني وبيافل معاها علشان يدخل لستو مدير الشركة اللي بيسألوه من شو ده فبيعرفوا باي انه واحد من عباكرة الشركة اللي كان ممكن يشتغل في شركات كتير من اول ما اتخرج بس تشين هي اللي جابته هنا وبيروح شو مع شيانج علشان يقدمها لفريق التقنية وبيقول لهم من عايز يبقى في الفريق بتاعها وطبعا محدش بيوافق فبتقول شيانج انا هاخد لينج مساعد شو وبتطلب لين انها تبقى معاها في الفريق فبتوافق وبكده تبقى عملت فريقها وبتطلع معاهم في رحلة وبتفضل تتصور وتنزل السور علشان كل اللي مرضاش يروح معاها في الفريق يزعل ويدغاز وبتقول شيانج اللي معاها خلاص نركز بقى علشان نشتغل ويسيبوكم من الهبل ده وطبعا في الشركة يان بتقلب الدنيا ازاي شيانج تطلع باللي معاها اجازة يوم كامل وهي لما طلبت اجازة الدنيا تقلبت ومحدش وافق وعلشان الحوار ما يكبرش بيدخل شو على الجروب وبيكتب ان اللي حصل مع شيانج ده غلطة علشان هي مش عارفة لسه قواعد الشركة وانها غلطته هو لانها موظفة في القسم بتاعه وطبعا اللي شغالين معاها لما بيروا الكلام ده بيقولوا بس كده شكل شو بيحبها علشان كده بيدفع عنها قصاد الناس وبتفضل شيانج ماشية بالعربية ومعاها باقي الفريق علشان تشوف فين المكان اللي فيه المشكلة على الجي بي اس لحد ما بتوصله وبتعدل على الغلطة اللي كانت فيه وبيتصل لينج بشوه علشان يبلغه بس مش بيعرف لان مش بيكون في شبكة فبترجع شيانج بالعربية علشان توصل لمكان يكون في نت وتصلح الغلطة الموجودة وفعلا بتوصل بنزينة وبتقف هناك وتبدأ الشغل ساعتها بيتصل شو بلينج علشان يسأله عن الاخبار ولينج بيكون نايم وبيفتح الكاميرا ويكمل نوم وبيفضل شو قاعد شايف شيانج قصاده وهي شغالة لحد ما بتصلح العطل فعلا فبيقول لها شو برافو وهنا بقى بتعرف ان كل ده كان شايفها فبتبعت رسالة تقوله فيها ان دلوقتي كل اللي بينهم شغلوا خلاص وتاني يوم بتروح مع لين ولينج علشان يحتفلوا في بيت زميلهم وهناك بقى بيقول لها شو تعالي معايا نجيب اكل وبيروح اللي اتنين سوبر ماركت وبتشوف شيانج انه لسه فاكر الحاجات اللي بتحبها من ايام المدرسة ولما بيطلعوا يقابلوا تشان حبيب تلينج اللي بتشتغل شيانج وتقول لها خلي بالك علشان شو ده مطلق واخو صغير ده ابنه ففعلا شيانج بتشك في الاول بس بعد كده بتعرف انها اشتغالة وبعدها بتطلع تشان وشول وحدهم علشان تقوله انها عارفة شركة جديدة ممكن تتعقد معاك بدل الشركة اللي بتموت دي وبتسمع شيانج كل الكلام ده وبتعرف كمان انه دافع عنها على الجروب وبتلاقي انه مسح رسالة وبتبقى عايزة تعرف هو ايه اللي مسحه ولما بتروح تكلمه بيقول لها ان حلمة العمره يشتغل في الملاحة علشان كده بيحب الجي بي اس وبتفتكر شيانج لما شافت شوه اول مرة في المدرسة ورحت وراء تتفرج على عرض اطلاق القمر الصنوعي وفضلت تتحرك من صف لصف لحد ما قاعدت جنبه وبعدها قالت له علمني اي حاجة لان درجاتها وقتها كانت قليلة وفعلا اتفق معاها ان كل يوم هيقعد معاها ساعة بعد المدرسة يشرح لها اللي مش فهمها ومن هنا بدأت العلاقة بينهم وكل يوم كانت بتروح معاها على عجلته لحد ما في يوم جابت له هدية وكررت انها تديها له في عيد ميلادها بس شافها شو قعدة في الفصل ومعها طرطة عيد ميلاد فكرر انه ما يحضرش عيد ميلادها وجسفها قدام باقي الفصل وبنرجع تاني بقى للوقت الحالي وبتقول له شيانج انت ايه اللي غيرك وقتها فبيخلع من السؤال وبتقول له خلص سيبك من السؤال ده اللي جابك تشتغل هنا بس برضو بيخلع من السؤال وتاني يوم بتروح شيانج للشركة وبتكون عايزة تبص على السي في بتاع شو وبتلاقي كاتب انه تخرج من الكلية وبعدها على طول اشتغل في الشركة وما فيش اي مشاكل يعني وبتدخل بعدها الحمام وهناك بتسمع البنات بيتكلموا عليها انها عاملة نفسها غنية مع انها مش لقية تاكل وكمان بيقولوا انها ماشية مع شو اللي بقى معجب بيها فبتطلع بعدها علشان تجيب قهوة وبتكتشف ان فلوسها خلصت ولما بيطلع الكرت اللي كان اخوها المفروض الدهولة هدية بيطلع مقلب هو كمان وفاودي وطبعا يين بتشوفها وبتصدق انها بتضحك عليهم ومش غنية ولا حاجة فبتطلب من صاحبتها فلوس علشان كده شكلها بقى وحش ولما بترجع المكتب بتشوفت شين وقفة وعملة تكلم شو لان في غلطة جديدة والناس بتشتكي وبتقول له خلي بالك عشان المدير مش عجبه الغلطات الكتير دي بس شو مش بيتم اصلا بالحوار وبعد ما بتمشي بتكرر شينجل انها تعالج المشكلة وبتقول اللي شغالين معاها احنا النهاردة لازم نصهر لحد ما نحل المشكلة دي بس طبعا كله بيخلع منها في نص اليوم لان محدش فاضي الا واحد بس هو اللي قرر يكمل شغل فبتدخل شينجل تشان وتقول لها انا عايزة كل ملفات المشروع اللي فيه المشاكل بس تشان بتقول لها انا مش عايزاك يتكبري الموضوع وخدي شو مثال فضل يشتغل ويعمل نفسه عنده ضمير بس ما كانتش علاقته حلوة بالإدارة وزي ما انت شايفة كده لسه موظف لحد دلوقتي وفي الوقت ده بيكون شو قاعد مع باقي الفريب تايعف عشا وبيستغربوا شينجل ما جاتش معهم ليه فبيقول لهم شو انها شغالة وفي الوقت ده بتكون شينجل عمال اتكلم كل اللي اشتروا منهم الجهاز علشان تعرف الغلطة فين بس ما حدش بيرضى يكلمها وبيسيب شو العشا وبيرجع للشركة تاني بس بيعمل نفسه هياخد حكته ويمشي وبينزل لعربية يفضل مكمل شغل وتاني يوم بتروح تسحب لينجي وتقول له انت شغال في فريقي وانا لازم افهم لمحد الشغل باله بمشروع مينجي ونجاحه فبيقول لها لينجي كل الفكرة ان اصحاب المشروع دفعوا الفلوس كاملة انما الشركة هنا استلمت فلوسها قال ولما وجهناهم اثبتوا ان هما دفعوا الفلوس كلها فعلا وده معناه ان في حد سرق فلوس من عندنا فبتروح شيانجي تتأكد بنفسها وبتركب مع هوانجي اللي كان شغال في مينج وبتلاقيه طبعا قاعد يعطف ويلطف مع تشين فبتقول له انت لازم تقول لي ايه اللي حصل في الصفقة وبيعرف شو ان شيانجي روحت تدور ورا الموضوع وبيستغرب طبعا من القصة دي وبتفضل شيانجي تكلم وهوانجي علشان تشوف ازاي ترجع بينهم الشغلة تاني وبتحس انه بيتحرش بيها فبتبعد عنه شوية وبتكون ينوقفة برة وبتصور شيانجي وهي بتقول لهوانج لو احتاجت اي حاجة كلمني انا على طول معاك ويسيبك من شو ده عشان مالوش لازمة وبتنزل ين الفيديو على جروب الشغلة عشان كله يشوفه وتاني يوم بتروح شيانجي الشركة علشان تلاقي شو قاعد مش طيقها فبتتفرج على الفيديو عشان تفهم كل حاجة بس هي بتحاول تغلوش على الموضوع وبتقول له دلوقتي انا عملت صفقة مع هوانج لو بعناله شرايح مطابقة لمواصفات هيشتري مننا نص المنتج بتاعنا فبيقول لها شون ده مستحيل لان الشركة اللي بتعمل الشرايح دي اصلا شغالة مع هوانج فليها اتدخلنا معاها بس بعدها بيقترع بالكلام وبيقول لها خلي كل الموجودين يشتغلوا الوقت اضافي لحد ما لاي انا حل وتاني يوم بياخدها معايا عند اليانج وده مدير شركة ميتشينج المنافسة لهم بس كانوا عايزين شو يشتغل عندهم لانه عبكاري واول ما بيقابلوا اليانج بيقولوا شو انه غير تصميم الشرايح وبيوري اليانج التصميم الجديد بتاعه علشان يتفاجئ ويقولوا ده انت عبكاري ده المفروض تاخد فيها براية اختراع بس شو بيقولوا لا انا كل اللي عايزوا طلبية منها علشان قدامنا 3 ايام بس ولازم نسلم عليه وانج وبيوافق اليانج انه يساعده وبيقولوا فكر انت بس انك تيجي تشتغل معايا وهتشوف انا هعمل معاك ايه وشينج تستغربه وبيفكر في ايه كل ده وليه مش عايز يسيب شركتها وتاني يوم بتلايش يانج نفسها بتفلس فبتبيع شنطتها اليان اللي بتقول لها اهم حاجة ده يفضل سر بنا وبتفضل بعدها تقول لصحابها انها اشترت الشنطة دي جديدة ولما بتلايش هو مناس دي الخبر عن المسابقة بتروح تقوله انا لازم ادخل المسابقة دي مش عشان الفلوس ولا حاجة بس علشان اتطور انا كمان بس بيفتكر شو كلام ليانج اللي قاله فكك من المسابقة دي علشان انت شركتك عما لا تخسر عملة ومستحيل حد يقتنع بيكم فبيرفو الطلب شيانج بس بعدها بيرجع في كلامه وبيروح معايا الواحد صاحبه اسمه وانج وبيقوله احنا هندخل المسابقة باسمك وهنقسم الفلوس بيننا فطبعا بيوافق بس شيانج بتخاف وبتقوله لو حد من الشركة عارف اللي احنا بنعمله ده هتبقى كارثة فبيقولها ما تشغليش بالك بالموضوع علشان مفيش حد هيعرف حاجة وتاني يوم بيفضل اللي اتنين قاعدين في الشركة خايفين لحسن حد يقطع عليهم لحد ما بتقوله شيانج احنا نشتغل على المسابقة في بيتي احسن وفي البيت بتلاحظ ان شوه فكره مشغول فبتسأله شيانج ايه المشكلة فبيقولها ان فيه واحد صاحبه عنده مرض خطير علشان كده مشغول شوية فبتقوله انا عمي جراح اوعية مشهور وبتديله رقمه وتقوله اكيد هيساعدك فعلك صاحبك وبعدها بيوصل وانج وبيفضل التلاتة يشتغلوه وبيكون بايد جدا ان الشيانج معجبة بشوه وهو كمان بدأ يخلي عنده دم ويعجب بيها وهنا بقى بيخبط الباب وبيطلع اللي بيخبط هو له جرح اللي بيديها كاكة عيد ميلاد ابنه وبيقولها بي تعالي بعد كده انت مش غريبة يعني فبيتقم الشو وبياخد وانج معاه وبيمشي وفي الطريق بيقول لوانج انت ايه اللي مخليك شغال في الشركة المقرفة اللي انت فيها دي دانا لو في دماغك كان زمني شغال فاتقل شركة في البلد وهنا بقى بيفتكر شو لما دخل المسابقة واليانج شافوا فيها وعرض عليه انه يشغلوا عنده اول ما يتخرج ولكن هو والشفاء رفض وبيقول شو لوانج انه مسافر علشان يتطمن على صاحبه التعبن ده وانه لازم يشد حيله في المسابقة مع شيانج وبيقول له اهم حاجة ما تروح لهاش البيت لوحدك حتى لو طلبت منك وتاني يوم بيسافر شو فعلا علشان يتطمن على صاحبه جوي وشيانج بتعمل اجتماع تقول فيه انه هي تعمل نظام شغل جديد واللي هياخد فيه تقييم عالي ويحقق شغل كويس لمكافأة واللي مش هيحقق الكلام ده مرتبه هيقل السنة اللي بعدها وبيكون ليه موجود وبيقول لها لا بقى انا الكلام ده ما ينفعنيش انتي شكلك كده مستقصداني وبيرمي القهوة ويمشي وبعدها بتعرف شيانج من لين ان لين ده كان من علا غنية بعد كده اتنصب عليهم ومن ساعتها هو وحاسس ان الدنيا كلها جاي عليه وشو بيكون في المستشفى وايف قلقان على صاحبه اللي للاسف في العمليات واخيرا بيطلع الدكتور من العمليات ويطمنهم على جوي ولما بيالع الكمامة بيطلع هو عم شيانج اللي بيقول له خلي بالك باول مرة شيانج تطلب مني حاجة وده معناه انك غالي عليها فطبعا بيشكر شو شيانج على اللي عملته معاه وبتدخل تشين تزعى علي شيانج على نظامها الجديد بس بتقول لها انها اخدت موافقة الادارة عليه وطبعا بتتصدم تشين ازاي رده عليها بالسرعة دي وبتفتكر زمان اللي حصل مع شو لما كان عايز يغير كل حاجة برضو بس هي اللي ترقيته بقيت مدرته بعد كل ده المشكلة بقى ان شيانج بتروح مع تشين بتستغل الموضوع ده وبتقول بس كده احنا لازم نطردها وبتتصل بشو اللي بيكون قاعد مع شيانج علشان تحكيله اللي حصل فبيقول لها انا هروح معاها لهوانج ده علشان نقفل الصفقة سوا وفي الطريق وهم مروحين بيقابلوا واحد كان معاهم في المدرسة وبيصمم انه يعزمهم على حفلة عنده ففعلا بيروحوا معاه وهناك بقى بتيجي تشونج اللي كانت بتكراش على شو برضو في المدرسة وبتحاول انها تقرب منه بس بيصدها وده طبعا بيفرح شيانج وفي الطريق وهم مروحين بيتصل باي بشيانج وبيقول لها خلي بالك من شو علشان دع العلاقة بشان والسجلات بتقول انها دفعت مليون ونص علشان تشغلوا في الشركة وده معناه ان في حاجة غلط في الشخص ده فطبعا شيانج مش بتبقى عارفة تصدق مين ولا تكذب مين وبتقول شو انها عايزة تقعد شوية مع نفسها وبردو شو بيروح لصاحبه جوي بعد ما العملية نجحت وبيقول له انه لازم يرجع الشول علشان وراه حاجة كتير وفي الشركة بتشوف شيانج شان وبتسألها ازاي ساعدت شو بس الشان بتقول لها انا عارفة ان فيه كلام كتير عننا بس الحقيقة غير اللي انت فاكرة خالص وبتكرر شيانج انها تنزل اجازة عند جدها علشان ترتب دنيتها من جديد وبتروح تقابل كارما اشهر لعب كروس فاير واللي السين كلها بتتفرج على لعبه وبتقعد جنبه علشان كل اللي معها في الشغل يشوفه اللي بيحصل وكمان شو بيعرف وبيتفرج عليها وبتبعد شيانج رسالة لشو تقوله انت بتتفرج عليها ولا لأ وطبعا كارما بيستغرب وبيقولها انت بتكلمي مين وانت قاعدة جنبي وعبلى نفسك بكفان والكلام ده فبتقوله بكلم حبيبي وبيكون المايك شغال مفصلش وبيسمع شو الكلمة دي علشان يتبسط وبيعزم القسم كله على الغداء ودني يوم بيروح يجيب شيانج من المطار وبتفضل قاعدة معاه في العربية تفكر في كلام شان اللي قالته وفي الكلام اللي باي باردو قاله لها عن شو ولما بتوصل الشركة بتلاقيين عاملة صورة عليهم وبتقول ان الشيانج فشلت في الصفقة اللي كانت هتعملها معه وانج علشان هي فشلة وبسببها كلنا هنتحرم من المجافأة السنوية بس بيدفع عنها شو وبيقولها احنا هنزبط الدنيا وبره عنك انتي وبتسيبها شيانج من كل ده وبتتصل بجدها تقوله انها حطت قوانين جديدة تخلي الشركة تعود الموظفين عن اي رحلات عمل او شغل اضافي ولما بيرفض جدها بتقوله انت وعدتيني ان ليه 3 قرارات قادر اخدهم بنفسي وكله بيرى القرار وبيبقى مبسوط باللي حصل الا يانا اللي لسه متدربة وعلشان كده مش هتستفيد من القرار ده فبيستغرب كل الاشغالين لما بيلاوي اسم شيانج في التصنيف الاول في الشركة مع انها لسه متعينة قريب يعني وتاني يوم بتعرف شيانج ان فيه معرض هيتعمل قريب فبتفضل متحمسة قوي للفكرة لحد ما بيقول لها لي ان دي حاجة عدايقة كده مش لازم تكبر الموضوع يعني بس شيانج بتعمل اجتماع بتقول فيه انها عايز اتطور الشركة وتعمل مطجر الكتروني الناس تطلب منه فكله بيتحمس للفكرة وبيبقى مبسوط بس بعدها بتسمع شيانج يان وهي عمالة تصيح علشان شايفة ان شو بيحب شيانج علشان معها فلوس مش اكتر فبتكرر انها تنزل تشتري شاي للكسم كله وبتقول انه على حسبيا علشان تغزها واللي طبعا مش بتقدر ترفض علشان يعني ما يبقاش شكلها وحش ولما بتطلع شيانج بيتصل بيها باي اللي بيقول لها ان عندي دليل ان شو وشان كانوا على علاقة مع بعض وبيبعت لها سورة ليهم فعلا علشان تتعصب فبتفضل تعمل شو ببرود ولما بيقول لها انه عايز يتعشى معاها بترفض وبتقوله انها مشغولة لحد ما بيقول لها احنا بكرة هنروح لهوانج نعتذر له عن غلطتك ونخليه يمضي العادة معانا ولما بيروح لهوانج بيفضل يطبله وبيقول له دي شيانج من بعد ما غلطت قعدت تعايد كتير وما قدرتش تسامح نفسها وبيفضل يشرب هو معاه لحد ما يسيبه هوانج وهو راضي عنه علشان كمل معاش ربال الاخر بعد كده بتروح شيانج معاه وبيطلع اللي اتنين يتفرجوا على النجوم وبيوريها شو البرنامج الجديد اللي صممه وفي نص الشرح بيقرب اللي اتنين من بعض وتاني يوم بتفضل شيانج مكسوفة منه لحد ما بتكرر انها تدخل الحمام وكانش وعرف ان في حد حطت كاميرا جوه فبيجري وراه يمسكها قبل ما تدخل والموقف بيبقى غريب بس هي بتفهم انه بيعمل كده علشان يحميها ولما بترجع بيقول لها لينج اني يان بتقول اني ليه هو اللي زرع الكاميرا بس غالبا بتحور لانها كانت عايزة تبقى معليه بس سبها وبتوصل الشرطة بعدها علشان تحقق في اللي حصل ومش بيلاقوا الكاميرا لقطة اي صورة غير صورة واحدة بس لحبيب تلينج اللي اول ما بيشوف الصورة بيدرب ليه وبيوقع شيانج من غير ما يقصد فبيجري عليها شو يشيلها وكل الشركة طبعا بص عليهم انما بقى حبيب تلينج فبيتهزقوا علشان فضوا حلقتهم وصد الناس وبتقول له انها مش عايزة تتكلم دلوقتي وبتسيبه وتمشي وتاني يوم بيروح شو يزور شيانج ومع باقي القسم بس بتشوف شيانج النشان الشغل ما يقفش وبالليل بتطلع علشان تدخل الحمام وبتلاقي شو نايم في الطرقة كل ده ومسابهاش ولا حاجة وطبعا مش بتبقى فاهمة هو بيحبها ولا بيدحك عليها اما شو فبيكون بيفتكر لما كان صغير وبوه عمال يهرب من البيت علشان ما ديهم لطوب الارض وفي يوم بيروح لشو يديله فلوس علشان يصرف بيها على نفسه بس شو بيروح يشتغل علشان يوفر مصروفه وكمان بيدي الفلوس للديانة اللي عايزين فلوس من ابوه ولما كان بيقعد مع شيانج بعد المدرسة يشرح لها مرتبه كان بيقل ولما بيعرف ان النهار ده عيد ميلاد شيانج وانها عايزة تورطة بيروح يشتريها بكل الفلوس اللي معها تقريبا وبيسيبها على بيب الفصل ولما بيعادي بعدها بيزعل لما يلاقي شيانج مش عايزة تاكل منها علشان وصلت متأخر وبنعرف ان في اليوم اللي شيانج عزميته فيها على الحفلة ابو قال له ان الديانة وصله ولازم يمشوا من البيت بسرعة علشان كده رفض يروح الحفلة وطبعا من غير ما شيانج تفهم السبب لما بيقول لها انه مش هيروح بترمي السلسلة اللي كانت جايبها له هدية على الارض وبنرجع بقى للوقت الحالي وبترجع شيانج علشان تلاقي شو لسه قاعد وبتقول له امشي انا مش عايزك تبقى هنا فبيفضل شو قاعد للصبح برضو لحد ما بيطلب لها فتار ويمشي بعدها وتاني يوم بتروح تشان الشركة وبيجري وراها لينج اللي محدش عارف هي بتحبه على ايه وبيفضل يصالح فيها لحد ما بترضع عنه اخيرا اما شيانج وهي في الشركة بتلاحظ ان شو مش موجود ودي اول مرة يتأخر وبتخاف لايكون جراله حاجة وبتنزل بالاسنسير بسرعة علشان تشوفه هو فين وبتتصل بيه بس فجأة بتلاقيه في وشها ومش بتعرف تخلع منه وبتقوله انها كانت عايزة يجيب لها قهوة مش اكتر وبترجع تاني للكسم علشان تلاقي الزابط لسه بيحقق في قضية الكاميرا وبتروح علشان تشهد في مشكلة ليه بس لما بتدخل بتفضل تفتكر الحادثة اللي ابوها مات فيها ما تفهمش ايه العلاقة يعني بس المخرج حب يجود من عنده المهم ان كان هيهم عليها بس طبعا شو بيكون مرائب كل حاجة وبيجري يلحقها وقبل ما التحقيق يكمل بيعرف الزابط ان اللي عمل كده هو العامل اللي ركب الكاميرات اصلا ومش حد ان الشركة خالص وخلص كده التحقيق وبيقول شو لي شيانج انها ما كانتش المفروض تروح الشركة وهي تعبانة لسه وبيطلع علشان يعلن ان ليه بريقه ما عملش حاجة بس بيكون جاب اخره وبيقولهم ان مش عايز يكمل شغل معاهم وبيروح لينج وراه علشان حاسس ان هو اللي وراته وبيقول له خليك في الشركة بس امسح صورة تشين وهنا بقى بيفضل ليه يستفزه ويقول له ما انت مش راجل اصلا فبيضرب لينج والشركة كلها بتتلمع عليهم وهنا بقى بتقرر تشين انها تنفصل عنه وبتسيبه وتمشي وتاني يوم بتروح شيانج الشركة وبتسأل شو مخطة المعرض هيخلص امتى فبيقول لها كمان 3 ايام وتعالي معايا بكرة علشان نختبر نظام الجي بي اس الجديد وطبعا مش بتقدر ترفض وبنشوف ليه وهو راكب الاسنسير مع تشين الا الان علشان شيانج شكلها كده هتنجح وتنقذ الشركة بس بيقول لها ليه ما تلاقيش انا عندي خطة هعطل بيها القصة دي كلها سيبي انتي بس الحوار ده علي وبعدها بيطلع شو شيانج علشان يجربوا النظام الجديد ويسجلوا البيانات بتاعته ولما بيرجعوا كل اللي في المكتب بيفضل شغال شغل نار علشان يرحاوي يخلصوا في المعاد وبيشوفشوا ان كل اللي موجودين نايمين الا ليه فبيقولوا نظم انت الملف بس وخلصوا وطبعا بيحط غلطة على الرسمة وبيدي الورقة للشيانج علشان تمدي عليها وطبعا بتكون مجغولة في المكالمات مع العملة فبتمدي من غير ما تاخد بالها وبكده يبقى ليه قدروا انه يلبسها الليلة والمصنع هينتج كل انتاجه على الرسمة غلط من الاول ولما بينزل شو بيقابل شيانج وهي مروحة وبتقول له احنا المفروض ندي الفريق اجازة بعد ما بعثنا المخطط فبيتصدم شو لانه ما شفش المخطط قبل ما يتبعت وبيشك ان في حاجة غلط وبيطلع يجري وبيعرف ان اللي تبعت ده غلط وبيعدل الميل وينقذ الموقف وتاني يوم لما بتواجه شيانج ليه باللي حصل بيقول لها ايه المشكلة يعني غلط زيك عادي ما انت مضيتي على الورق انت كمان فبتروح شيانج تقول لشو انها لازم تطرد ليه من الفريق لانه ما عملش حاجة صح من يوم ما اشتغل بس بيقول لها شو انه على علاقة بشين علشان كده لازم يستغله ولما يعديله اللي حصل يبقى ليه واحدة عند شين بس طبعا شيانج بتتدايق من الكلام ده وبتمشي وتاني يوم بتروح شيانج للمدير تقوله على ليه وانها عايزة تمشيه وبعدها برضو بتتصل بجدها تقوله ان فيه موظف اسمه ليه كان هيضيع تعب زميله كلهم ولازم يتنقل وبعدها بقى بيعرف ليه خبر النقل وبيروح للشيانج يقول لها انا ما بحبش حد يجبرني على حاجة وخليكي فكرة انتي اللي بدأتي وبعدها بقى بيسافر شو وبتفضل شيانج هي مديرة القسم لحد ما ييجي بس طبعا شو بيلق عليها وبيقول للينج يخلي باله منها اما بقى عند شو فبيكون معشان اللي بتحاول تدور له على فرصة احسن وبتحكي له ان شيانج دي تبقى بنت صاحبتها وانها كانت زكية من وهي صغيرة وبيصور لينج شيانج وهي قاعدة بتحاول تذاكر برمجة علشان تطور من نفسها ولما بيرجع شو قطه بيلاقي نفسه قاعد مع واحد تاني اسمه تاو شغال في شركة منافسة وبيقعد شوي يتكلم مع شيانج علشان يساعدها شوية في المذاكرة وبيبرمج صفحة كده لما تدخل عليها بتلاقي قلب طلع لها فبتفرح بيتصوره وتاني يوم بتكلم جدها اللي بيقول لها انه عينها مديرة القسم الجديدة وانه هينقل ليه لقسم تاني ولما بتنزل من البيت علشان تروح الشركة بتقابل له اللي بيصمم يوصلها بعربيته وهناك بقى بيشوفها شو نزلة من عربية له وبيفتكر انه اكيد في حاجة بينهم وبيتعمل الاجتماع وكله بيبقى متأكد ان شو هو المدير الجديد فبيتصدمه لما يسمعه اسم شيانج واول حاجة شيانج بتقولها ان ليه اتنقل من القسم وطبعا اتشان بتتعصب بس مش بتعرف تعمل حاجة وبتتصل بسرعة بيان المدير تقوله انت ازاي توافق على نقل ليه ده عارف كل اسرارنا فبيقولها يبقى تاخدي بالك منه وتزبطيه علشان مايفتحش بقه وبعدها بقى بتفضل شيانج تعمل اي حاجة شو عايزها في الشغل علشان ضمرهم قنبها وبتعزمهم كلهم على العشاء عندها في البيت بس طبعا مش بتعرف تطبخ حاجة وبتطلب اكل من برا ولما بيلعبوا بيختار شو الجرأة لأول مرة في حياته وبيقولهم انه هيتصل باللي عايزها تحبه وبيتصل بشيانج قصادهم كلهم وطبعا بتتكسف وتجري من المكان وبعدها بقى بتعرف ان شو متدايق منها علشان شافها في عربية مع واحد تاني مش عشان الترقية ولا حاجة وتاني يوم بيقعدوا مع وانج علشان النهائيات بتاعت المسابقة الرابط وبيشوفوا خبر اطلاق كمر صناعي جديد وتاني يوم بتقول شيانج لشو ان هي هتسافر علشان تحضر فرح صاحبة هايوان بس بتلاقي شو برضو معزومة للفرح ولما بيخلص بيتصل بي وانج وبيقوله خلي بالك نهائي المسابقة بكرة وطبعا بتحاول شيانج تحجز فندق بس بتلاقي فلوسها خلصانة فبياخدها شو عنده البيته خلاص وهناك بها بتلاقي اخوز صغير موجود وبيفضل يدايق شيانج ويقولها انا اخويا مستحيل يحب واحدة شبك الصراحة وبييجي بعدها اخيرا يوم النهائي وبيوصل التلاتة المسابقة اللي بيشارك فيها ناس كتير وبيكون في واحد اسمه فنج ده ابن رئيس شركة منافسة برضو وقبل ما بيدخل المسابقة بيلايه ابوه متصل بي وبيقوله انا عايزك تشرفني بدل الفلوس اللي صرفتها عليك دي كلها وبيطلع فينج ده يعرف شيانج هو كمان بس لما بيشوفه شو بيدايق منه وشكلهم كده كان فيه بينهم مشاكل قبل كده وكمان وانج بيشوف له اللي طول عمره بيغش علشان يكسب وبيقول شو هما الاتنين بيلاقوا منه وبتحضر التمن فرق المسابقة اللي ببساطة كل فري بيحط نظام ملاحة هو اللي طوره على العربية المفروض بها العربية دي تمشي 6 كيلو من غير ما تغبط في ولا حاجز ولا حتى تكسر اشارة وده لان كل البيانات دي دخلت لها ده غير ان العربية فيها حساسات علشان لو شافت اي حاجة قصادها تتفديها وبتبدأ المسابقة واول شركة عربيتها بتغبط في اول ملف والشركة التانية عربيتها مش بتوفر اشارة وبتغبط العروسة وتالت عربية بتبقى عربية فانج اللي بتقدر انها تعدي كل الحواجز وبتغبط بس كده في صندوق خطة بسيطة لحد ما توصل لنهاية السباء وكده بيفضل في المركز الاول بس بيقلق برضو من فريق شو ولما بيدخل الحمام بيقابل له هناك اللي بيقوله انا عندي طريقة تكسبك السباء لو عايز تعرف قولي وبتدخل عربية فريق شو السباء وكل اللي بيتفرجوا عليها مش بيبقوا مصدقين قد ايه عربية جمدة مع انها من فريق هواء وبتعدي كل العقبات بس في حتة كده بتفقد الاشارة لكن بترجع لها تاني وبتخلص في المركز التاني وطبعا فانج بيحس بالخطر وبيطلع يكلم له برا وفي الوقت ده كل اللي في المكتب بيكونوا عارفوا ان شوه شيانج في السباء بس المشكلة بقى لما بيفحص شو العربية بيعرف ان المشكلة اللي حصلت مش منها واند الاشارة ضعفت وهنا بقى بيقول وانج بس مفيش غير لو اللي بيعمل الحركات الحقيرة دي وفعلا شيانج بتكون شافت فانج بياخد حاجة زي جهز تشويش من لو وبيعود وانج مع شيانج يحكي لها انهم في سنة التخرج كان شوه عايش مع فانج ووانج ولوه كمان وبعد ما اتقبل في شركة كبيرة دخل لو من الكمبيوتر بتاعه وهكر حساب الشركة اللي طبعا هددوه انه هيرفع قضية عليهم وبكده محدش فيهم هيعرف يشتغل تاني وكان المفروض انهم يدفعوا تعويض اتنين مليون بس شانع عرضت على شوه انه لو اشتغل في شركة وايلين بتاعت جد شيانج هتسقط كل الفلوس من عليهم بس بيرفض وبيقول لها اديني اسبوعين هطور نظام الشركة بتاعتك وتوقف القضية وكمان هندفع لتنين مليون وبيرجع يقول للمعان الاتفاق وبيقول فانج انه هيجيب الفلوس والبقى يشتغل على نظام وكله بيفضل شغال لحد ما بيخلصوا اخيرا بس بيكتشفوا ان فانج ضحك عليهم وسافر وعلشان كده بيروح شوه لمدير الشركة اللي كانت هتشغاله وبيطلب منه مليون ونص ويتخصمه من مرتبه ولان ده كان استاذه قبل كده مش مديره بس بيقوله انه هيحاول يتصرف وبيجي تصلي شو من ابو بيقوله فيها انه اخد كل فلوسه علشان يعرف يسافر بعد ما لقى فرصة جديدة وبكده شو تدمر وما بقاش قدامه حل غير النشان تدفع التعويض ويشتغل هو فايلين من سوكات وبتروح بعدها شيانج تتكلم مع فانج وبتقوله انت استخدمت جهاز تشويش وطبعا فانج مش بيعرف ينكر فبتقوله شيانج انا هقول للاجنة لو عملت اي حاجة تضرينه بعد كده ولما بتطلع مع شوه علشان تروح بيتها بتلاقي جدها وقف برا وبيقولهم انتو بتعملوا ايه هنا وطبعا شو ما يعرفش انه جدها ولا حاجة وفكره مدير الشركة وبس فبتفضل شيانج تحور عليه وتقوله انهم هنا علشان يتعلمه فبياخدها معاي بس بتعرف تخلع منه وبتروح بتشوه علشان يذكره شوية وطبعا المخرج مش بيحرمنا من شوية محني يعني كالعادة وتاني يوم بيروح شوه يقابل فانج اللي بيقوله تعال اشتغل معايا اديك فلوس حلوة بدل الشركة تفعل انت شغال فيها دي وخلي بالك شيانج دلوقتي معجبة بيك بس كمان عشر سنين لما ما تعرفش تصرف عليها هتندم على انها اخترتك وبيتدهي شوه وبيفضل يفكر في الكلام طول اليوم وتاني يوم بيروح يوصل شيانج ووانج وبيقولهم انا عندي حوار هخلصوا واسفر بعدكم وبيروح يقابل كاي من شركة كاي شينج وبياخد منه عرض مرتب كبير وحافز كمان وبيطلع يقول لشان على اللي حصل وبتحكيله عن عيلة شيانج وانه امها قدت كل حياتها في الشغل وعلشان كده انفصلت عن جوزها وشينج وهي لسه طفلة وبيرجع شوه الشركة تاني علشان يقابلها بس لما بيوصل بيعرف انها روح يتندي عقد مع زبون وفي نفس الوقت بيتسل بيكاي يقوله خلي بالك علشان الشركة اللي حبيبتك عايزة تندي معاها دي عملوا صفقة مع شركة تانية خلاص وعايزين ينصبوا عليها مش اكتر فبيدخل شوه يطلع شيانج من جوه وبيحكيلهم انهم نصبين فطبعا بتزعل شيانج علشان كانت شغالة على العقد طول اليوم بعدها بيروحها شوه لحد بيتها وبيتصل بيها علشان يعترف لها بحبه اخيرا وبيقول لها ناسيبك تفكري بتحبيني ولا لا بس بترد عليه في نفس اللحظة وبيقوله انها موافقة تبقى حبيبته وبعدها بيقابل وانج وبيقوله انه خلاص قرر انه هيشتغل في كايشينج علشان عرضهم ما يتعودش وداني يوم بتستلم شيانج فرس كتير وبتعرف ان هما كذبوا المركز الاول في المسابقة بعد ما تعرف ان فانج كان بيغش وبيعزمها شوه على عرض بس بيقولها احنا لازم نناقش الشغل شوية مع عدشين وهناك بقى بتقولهم ان ده اهم مشروع الشركة اشتغلت عليه الفترة الاخيرة بس بيكون كل هماء انها تجيب تذاكر حفلة علشان تحضرها مع عميل مهم وبيقول لينج جاب التذاكر علشان يحضر معها ويصالحها بس لما بيعرف بيدي التذاكر لصاحبه علشان يديهم لتشان وبيقوله ما تخليهاش تعرف انهم مني وبتروح شيانج وشوه نفس الحفلة اللي بتروحها تشان والعميل المهم اللي معاها واللي بيقوله جار شيانج وبيستنهم لينج الغالبان برا واللي بيتصدم اول ما بيشوف حبيبته طلع معلوه وبتركب مع العربية وبيجري وراهم لحد ما يلاقيه وصلها لحد البيت فبيتصدم وبيفضل قاعد زعلان وبيقول لها انت عارفة المشروع الكبير اللي شوه فريقه شغالين عليه دي فرصتنا علشان نبوز عليهم كل اللي اتعمل وفعلا بتحضر شيانج كل حاجة للعرض الكبير وبتجيب لشوه بدل اهدية وبيقولها انه بعد العرض عنده خبر مهم ما عايز يقولها عليه وهي كمان بتقوله انها عندها خبر اهم وفي يام العرض بتطلع شيانج على المسرح علشان تتكلم عن قد ايه الشركة اشتغلت على نفسها واتطورت جامد وبتقول لكل الموجودين في الحفلة انه كمان ساعة هيبقى فيه اعلان عن نظام الملاحة الجديد اللي الشركة هتطلقه ولما بتدخل شيانج البروفا مع كارما اللي مش عاكبه ان كل البنات معجبة بشوه بتروح وراها تشانه وبتقفل عليها الباب وطبعا الوقت بيفضل يعدي وما فيش حد ظهر وده هيبوز كل اللي الشركة كتعايز تعمله والناس هيقولوا ان الشركة مش عارفة تنظم عارضة حتى فبيكرر شوه انه لازم يتدخل وبيروح يلعب باسم دانج وفي الوقت ده بتقدر شيانج انها تكسر الباب وتطلع ولما بتوصل للمسرح بتعرف ان شوه هو دانج حبيبها الالكتروني اللي فادلت تكلمه وهي صغيرة وبتروح على المسرح علشان تقدم المشروع بعد ما الجمهور كله اتكيف من لعب شوه وفعلا بتبدع شيانج في شرح نظام النقل الجديد للشركة اللي معتمد على اخب تحديث من نظام الملاحة وبتقول انها مستنية تعاون كبير بين الشركة وكل اللي مهتمين بالنظام ده وبعد العرض بتفضل شيانج تفتكر ايام ما كانت بتلعب مع دانج اللي هو طلع شوه يعني طبعا احنا مش هنستغرب ان الصين فجأة بقيت قضى وصالة ودولة فيها بتاع مليار نفر وهم اللي اتنين وقعوا قدام بعد عم نت عادي المهم يعني ان شيانج وقتها بتقعف حبه وبعد ما بتعترف بتلاقيه عم مليخ لع منها ومش عايز يقابلها فبتبعت له شيانج رسالة تقوله لو عايزني تقابل قول وانا هجيلك اي مكان وطبعا بتبقى ميتة فيه ولو قالها رمي نفسك في البحر هترمي لحد ما بتتجنن وبتسافر عند الجامعة اللي هو فيها وكل ده طبعا هي مش عارفة ده مين وبتقوله انها قدام الجامعة ومش هتنشي غير لما تقابله وبتكون جايبة معها هدية وبتفضل مستنياب الساعات لحد ما بيرد عليها بكل برود وبيقولها رجعينا مش هقابلك ومش عايزة بقى معيكي علشان تتصدم بنتنا يا حرام وبتروح برضو ترمي الهدايا في الزبالة وتكتب له ان صاحبها اللي كان معاه في المدرسة بقى مهندس ملاحة شاطر واعترف بحبه ليها وبتفضل قعدة في المطار لوحدها طعيت وبنرجع بقى للوقت الحالي اللي طبعا شيانجي فيه مش بتبقى طيقه شو وتاني يوم لما بدروح الشغل مش بتلاقيه ولما بتسأل عنه بتعرف انه بيتحقق معي علشان شارك في المسابقة من غير اذن الشركة وطبعا بتعرف ان اكيد لي ويتشان هما اللي وراء القصة دي فبتطلع تقولهم انها لقيت دليل على ان لي كان موجود يوم المعرض وهو اللي حبسها ولو عايزين يكملوا من موضوع كده فهي كمان هتعرف توقعهم ولما بتلاقي المحققين خارجين من مكتب شو بتروح تتصل بجدها وبتقول ان شو ملوش علاقة بحاجة وبيكون شو واقف وراها وبيعرف انها حفيدة صاحب الشركة وبالليل بيلاقيها تعبانة فبيروح يديلها العلاج بس بيسمعها بتكلم له وبتقوله انها خلصت ونزلت قبله فبيشوفها شو هي رجبة مع العربية وتاني يوم بتروح شيانجة عند جدها وتقوله ان لولا شغل شوف المسابقة ما كناش اخدنا عميل تقيل زي شركة ريد وبنعرف ان شيانجة راحت مع له اجتماع مع الشركة دي ما كانتش بتخونه يعني ولا حاجة بس شو طبعا ما يعرفش حاجة وبيفضل قاعد مش عارف هي راحت فين لانها كمان ما راحتش الشغل تاني يوم وبيفتكر انه اصلا لعب كروس فاير بس علشان لقى شيانجة بتلعبها وفادل يقرب منها لحد اليوم اللي كان المفروض يقابلها رجع البيت لها ابوه سايبلو اخو الصغير وجنبه رسالة بيقوله فيها خلي بالك منه لحد ما لاقي امه اللي هربت الصراحة ما تعرفش مين فيهم او التاني المهم يعني لما شو بيفتكر كل ده بكرر انه يبعد رسالة لشيانجة علشان يقولها انه عايز يشوفها والست بتسيب اللي وراها وبتروح جاري على الحفلة اللي عملها شو واناك بقى بتتصدم لما بتعرف انه قدم استقالته علشان يشتغل في كايشينج وبتشرب وتمشي بس بيطلع وراها شو ومش بيسيبها لوحدها ولما بتوصل بيمشي من قدام بيتها بعد كده بيرجع تاني وبيشوف له بيديها هدية فبياخد الهدية يرميها وبيدخل معها البيت ومن هنا بقى هم اللي اتنين بيرتبطوا وبيعترف لها بكل حاجة وبيقول لها على موضوع اخوه اللي بسببه ما قدرش يبقى معها زمان وتاني يوم بيروح اللي اتنين مع بعض الشركة وبتساعده كمان انها تلم بقي حكته وبيقول لها انه هيخدها معايا علشان تتعرف على كل رجال الاعمال اللي اشتغل معاهم وبالليل بيروح شيانج وبيفضل قاعد معايا لحد ما تنام وبيسبع علشان يسافر مدينة تانية لشغله الجديد وبيتفق معاها لو حبت تشوفه في اي وقت تتصل بيه وتاني يوم بتصحى شيانج مقريفة طبعا وبتروح الشغل مجبرة وفي المكتب بتلاقي شو سايبلها فلاشة عليها فيديو اللي وهو واقف يوم المعرض جنب الباب اللي كانت محبوسة فيه علشان يتأكد ان محدش هيساعدها فبتاخد الفيديو وتروح بيه لتشان علشان بتصق فيها وبعدها بيعمل المدير اجتماع علشان يرقي حد جديد من فريق التقنية واللي بيكون شينج طبعا المشكلة بقى انه كانت ساجن قبل كده فحاجة تفهى فبتدخل تشان الاجتماع مع لي وبتقول لما هي ماشية كده بقى يبقى لي يرجع الكسم تاني ولا ايه ده واحد رد سجونه وترقى فبتطلع بقى شيانج الفلاشة وبتوري كل الموجودين اللي حصل من لي وكمان بتبقى مسجلة اعتراف الموظف اللي شاف لي وهو بيفل عليهم الباب وساعتها بيتجنن لي وبيحاول يضرب حد بس بيدربه شينج وبتقول شيانج لتشان خلي بالك بقى علشان لسا المشور طويل وبتكلم شو اللي بيكون عارف خلاص بخبر من لينج وبيقول لها خليك مركزة علشان انت شغالة وسل اعداد الوقتي وبيروح بقى شو شغله وبيلاقي نفسه مهم هناك وليه عربية وسواق ويتعين على طول نائب مدير بس طبعا الكلام ده مش بيعجب مديرة قسم التقنية هناك وشينج بتروح تعزم تشان شو على العشاء علشان يحتفله بترقية شينج وبتقول لها ما ترجعي لينج تاني ده كل يوم بيعملك فطار وانتي بترفضيه وبيكون لينج وايف هناك وبيسمعي تشان وهي بتقول ان لينج ده عير صغير وما يفعش تحبه فبيرجع للمكتب وهو زعلان وبيمسح اي حاجة لها علاقة بيها وبيرمي كل كتب الطبخ اللي كان بيتعلمه على شانها يعني بجد الوقت كان مضحي مش عارفة ازاي ما حبتهوش ده بيعرف يطبخ يعني جرين فلاج متحرك المهم ان تاني يوم بتحتاج تشان شو واحد معاها من قسم التقنية علشان يروح معاها لشركة لو ومش بيكون في حد فاضي غير لينج فبيروح معاها وهناك بقى بيفضل يشرح كل حاجة وتشان بتكون مبسوطة منه وبعد ما بيخلص العرض بيركب التلاتة مع بعض وبيسمع لينج لو هو بيسأل تشان ليش هو ما جاش المرادي وبيعرف انه قدم استقالته وطبعا هو بيعمل كده علشان يعرف شينج فاضي ولا لأ المهم ان تاني يوم بتفضل شينج تفكر في شو لحد ما بتغلط وبتنزل بوست عن الحب عن بعد في جروب الشغل فبيبعد شو لشينج تذكارة مسرح علشان يحضروا معاها وبتنزل شينج التذكارة على الستوري فبيشوفها لو وبيجب تذكارة علشان يقعد جنب الشينج في المسرح وبالليل بيتعمل اجتماع مع شو واللي شغالين معاه علشان يبيعوا تقنية ملاحة جديدة بس العميل بيطلع لولغة الشاش صاحب شو القديم اللي بيقولهم انا عايز احكيلكم عن ماضي شو ده اللي انتو فاكرينه بني ادم يعني كان نصب على شركة زمان وبيحاول يلبس شو قدامهم بس كاي بيقوله اخلع من هنا احنا مش ناصين تخلف وبعدها بيحاول شو انه يكتشف الغلطة فين ويتور برنامج ملاحة للطيرات بدون طيار وبيفضل شغال طول الليل علشان يفاجئ شينج ويحضر المسرحية معاها وهناك بقى بيلاقي لو قاعد عالكورسي اللي هيبقى جنب شينج وبيفضل قاعد مستنى شينج تيجي علشان يفاجئها بس بتوصل متأخر ومش بتعرف تدخل اصلا واول ما بيشوفها بيبقى متدايق منها وبيفضل قاعد مش طيقها لحد ما بتعرف انه فاكرها قد التذاكر للو فبتتسل بي وتقوله انت جبت التذكرة منين وبيقولها على اسم الموقع وطبعا بيعرف شو انه غلطان والدنيا بترجح حلوة بينهم تاني وتاني او في الاجتماع بتاع فريق التقنية بتقول تشين هو ليه الفريق مفيهوش نائب الصراحة انا شايفة لين تستاهل وطبعا شينج بتقولها برا عنك انتي ده قسمي وانا هتصرى فيه وبتقعد بعدها مع تشين تقولها انا شكة في الموضوع ده ايه علاقتها بلين تشين دي مش بتعمل حاجة كده الوجه اللي وبتروح شيانج لتشين نفسها تسألها فبتقولها انتي لسه عائلة صغيرة انا اللي خليت ليه يحبسك وانا اللي خليت ينتصوره علشان انتي تلاقي السور وبكده انا خلصت من لي اللي كان طول عمره مشكلة وكمان فضحت قسمك وطبعا شينج بتتدايم الكلام وبتفضل تتسل بشوه اللي بيكون مشغول بعرض التطوير الاخير بتاعه وبتسافر له بقى لما بتلاقيينش بيرد وبتروح لمكان الشركة ولكن بتتدايق لما تشوفه ماشي مع البنت دي وبتفكر انه بيخونها بس هو بعدها بيشرح ليها الموضوع علشان تبطل غيرة شوية وبيقضوا واتح لهم مع بعض وفي الشركة بتكون تشينج عينت لين نائب مدير بس بقى اللي في الكسمة بيبقوا متدايقين علشان لين شايفة نفسها عليهم وكاد بقى اسمها في كل المشارية كيانها كانت شغالة عليهم بس بتقولهم شيانج دي دلوقتي مدير عليكم ولازم كلامها يتسمع وبيتقابل له مع شيانج وبيقول لها انه عايز يعمل معها اجتماع علشان الشغل بس بيطلع انه عايز يقرب منها فبيتهزق وتمشي اما بقى لين فبيتلاي شغل احسن بكتير بس بتكون عايز حد يمضي على خبرتها في شركة واي لين وكل ما تروح لتشين تخلع لها لحد ما بتروح لها عند بيتها بس طبعا تشين بتهزقها وتمشيها وتاني يوم بيشوفها لينج وهي قاعدة بتعيد فبيروح يقول لي شيانج انهم لازم يساعدوها وفعلا بتنضلها شيانج علشان تفرح لين وتلحى شغلها الجديد بعد ما كانتها تضيعه وعلشان تشكرها بتديها فلاشة عليها فضايح تشين ولي مع بعض وبتعرف لين ان لينج هو اللي ساعدها فبتروح تشكره وتقوله انها كانت معجبة بي بس هو كان مشغول مع تشين شو وبتودع وتمشي وبنشوف بقى تشين وهي تتصل بيانج بعدها الاتنين اللي مفيش وراهم غير المصائب وبتقوله ما تنساش تيجي في عيد راس السنة علشان تشوف تقارير الشركة وفعلا بيوصل يانج وبيشوف عرضه كل قسم وبيكون مبسوط من شيانج جدا لحد ما بتقوله تشين بس خلي بالك شيانج اختفت فجأة في المعرض بتاع السنة دي وما حدش عارف هي عملت كده ليه وبتقول شيانج مدام الموضوع تجب سرته بقى فبتشغل فلاشة لين اللي عليها صوت تشين وهي بتقولها تحبسهم وما تفتحش عليهم وهي هترقيها بس يانج بيقولها انت عايزة تسيري الفتنة وخلاص مين قال ان ده صوت تشين فبتقوله خلاص خد عندك دي وبتوضح له من استجلات ان تشين بتختلص فلوس من الشركة وبتحط ارقام اكبر في الصفقات وتاخد هي الفرق بس طبعا علشان يانج شغل معاها بيقول لشيانج احنا هنبعت الكلام ده للشركة بس بيقولها تعالين انت هنا انت زي وصلت للسجلات دي وانت شغالة في التقنية وهنا بقى بيدخل صاحب الشركة اللي هو جدها اصلا واللي كان وايف برا وسامع كل حاجة وبيقولهم ان الشيانج تبقى حفدته وبيحول تشين للتحقيق والفكرة ان الشيانج عرفت كل ده لما روحت مع شو يقابلوا لي وهناك بقى بيسمعوا شو الكلام اللي تشين قالته عليه فبيتدايق وبيدي له السجلات اللي شيانج عرضتها اما شو بيكون قاعد مع شيانج في بيتها علشان يحتفلوا سوا بس جدها بيطب عليهم وطبعا بتخبي شو علشان محدش لسا عرف اللي بينهم ده غير ان جدها رافضوا اصلا وبيعرف جدها ان شو موجود فبيستنى تحت البيت ولما بينزل بياخدوا معاه علشان يوصلوا المطار وبيقولوا خلي بالك شيانج دي عاشت عمرها كله بعيد عن امها علشان كانت زيك مهتمة بس بالعلم ومن الاخر يعني بص عايزك تبعد عنها بعدها بيرجع جدها للشركة تاني وبيعزم ليانج اللي كان بيدرس لشوه في الجامعة وطبعا ليانج بيقول ان الشركة دي مش هتنفع الا لو شوه هو مدير فريق التقنية لانه مفيش حد اسكمنه ولما بتطلع شيانج مع جدها علشان تروح بيقولها انه هيفل الشركة علشان مش جايبة همها بس الشيانج بترفض وبتقولوا انها هعمل لك دراسة جدوى بالمقترحات الجديدة وانت هتعرف اننا نقدر نحاها كتير ولو بيقرر انه يشيل شيانج من راسه وعلشان تنقذ تشين اي حاجة بعد ما عرفت انها هتترفض بتبعد قايمة بكل الوسائد في الشركة وطبعا بكده كله بيعرف ان شيانج حفيدة الرئيس وكله بيفضل يطبل لها وعلشان تخرب تشين الشركة بتنزل خبر ان الشركة هتقفل على الجروب وطبعا لما الموظفين بيقروا الخبر كله بيفكر انه يستقيل علشان يشتغل في مكان تاني بس بتتفق شيانج مع جدها انه يمد سنة كمان وبتعمل اجتماع تقول فيه لكل اللي في الشركة انهم الفريه الاساسي اللي من غيرهم ما كانش وصلوا للي وصلوا ليه وان الشركة مكملة وبيعملوا حفلة علشان الخبر ده وكمان شو بيروح لهم وهناك بقى بيعترف قصادهم كلهم انه بيحب شيانج وبعدها بيودع شيانج وبيرجع بيته علشان يقضي العيد مع اخو الصغير وبرده بتروح شيانج بيتها تعود مع اخوها اللي ما شفتهوش من اول المسلسل والصراحة محدش عارف هو دوره ايه وبيعمل شو الاكل الاخو لما بيعودوا ياكلوا الباب بيخبط وبيطلع ابوه اللي جايله بعد كل اللي عملوا فيه فبيقوله انه لا ام اخو الصغير وعايزوا علشان يتربى معاهم وبيدي شو كده كريدت كورد وبيقوله ان ده تعويد مني ليك على كل اللي عملتولك في حياتك ومش عارف كريدت ايه يعني هيكون فيها كام المهم يعني ان شو بيقتنع ان ده الاحسن لاخوه الصغير وبيبعته مع ابوه وبيفضل بعدها قاعد يفتكر كل ذكرياته مع اخوه وطبعا بيبقى زعلان انه ماشي بس بيوصل وانج زحبه اللي بيقوله فكك من نكد اللي انت في ده وتعالا ناكل ولما بيطلع بيلاي باقي صحابه من الشركة مستنيينه وبيروحوا يحتفلوا علشان ينسى شوية وبتروح له شيانجي البيت بس مش بتلاقيه وبيقولها لو اللي بيطلع من تحت الارض انه في حفلة مع صحابه فبتروح له شيانجي هناك وهيزعلانة منه عشان مش بيرد عليها فهناك بيحصل خناقة بين اتنين سكرانين وبيتكسروا على بعض ازازة وبيقف شو قدام شيانجي علشان ما تتصابش وبياخد دربة صغيرة فبتروح تعالجه وبيقولها على ابوه عمله علشان تفهم هو مدائي ليه وكمان بيقولها انه قرر يتجوزها وبيحددوا المعايد اللي هيتجوزوا فيه وطبعا جيم اخوها بيحس انها بتحب حد ومش عايزة تقوله فبيمشي وراها لحد ما يفشها وهي مع شو وبيصورها كمان ويوري الصورة لجده قال يعني ما يعرفش وبيروح تاني يوم يحاول يبوز العلاقة بينهم بس هما اللي اتنين بياخدوه على قد عقله لسه ظهر في المسلسل بقى وبعدها بقى بيتفق كل صحاب شو في الشركة انهم يكنعوا جد شيانج انه يسيبهم يتجوزوا وبيفضلوا يتكلموا عن شو قدامه وكل شوية واحد يقابله في مكان يكلموا عن شو لحد ما الراجل بينام بيحلم بمراته وبتكلموا عنه فبيكرر انه يقابله وبيروح له شو علشان يقوله لجد اني شيانج مزاجية قوي ومرة حبت واحد على النت فبيقول له شو لا يا جدي ده مش واحد ده كان انا يعني هي كده محبتش غيري ما تبقاش قفوش بقى وسيب الناس تفرح وبترجع شيانج الشركة وبتشوف له بيقفل صفقة وطبعا بتخلع منه علشان مش عايزة تروح معاه وبتقول لينج يوصلاه هو بس المشكلة انهم لما بيوصلوا بيشوف لينج ان تشينشو وافى مع له وكمان بتلعب مع ابنه فبياخد الموضوع على صدره قوي وبيرجع يقطع كل الحاجات اللي ليها علاقة بيها بس تاني يوم بيروح مع شيانج اجتماع شغله وبيسمع له بيقول للمعاه انه مع تشينشو علشان يتسلى يعني مش اكتر وطبعا بيتدايق لينج وبيروح علشان يتخانق معاه وتاني يوم في المكتب بتحاول شيانج تحذر تشين من له وتقول لها اللي قاله عليها بس بتتخانق معاه تشين ومش بتسمع الكلام وشو بيكون في مؤتمر للأبحاث وصوره بتنزل في كل حتة وشينج بتفضل تتفرج عليه وهي فخورة لحد ما بيتصل بيها بي وبيقول لها ان جدها دخل المستشفى ولما بتروح وتسأل بي عن اللي حصل بتعرف ان يانج هو اللي وراء القصة لانه رفض شوية موظفين وقال لي ان الاحسن الشركة تتقفل بدل ما تفضل تخسر فبترجع شيانج الشركة وبتكرر انها تتحمل المسئولية لوحدها وبتقول اول خطوة نجيب موظفين بدل اللي مشيوا ونجيبهم من فروعنا التانية بدل ما يجي حد جديد ما عندهوش خبرة في الشغل وبتروح شيانج تاني تطمن على جدها وكمان شان بتروح هناك وبتقوله من الاخر كده لو عايز تنقذ شركتك مفيش غير شو هو اللي قدر ينقذها بس شوف الوقت ده بيكون راجع مع ليانج ابن المؤتمر وبيعرف ان فيش واي الطلاب بيعملوا تجربة خطيرة فبيروح مع ليانج علشان ينقذهم وفعلا بيوصل في اللحظة الاخيرة وبينقذهم بس بيتصاب وبيتاخد هو كمان على المستشفى فبتفضل شيانج هلقان عليه لانه مش بيرد عليها ولما بتروح المستشفى تاني يوم لجدها بتعرف ان شو هو كمان مشرف هناك فطبعا بتتريب عليه وبتسمع شيانج النشو قرر بيحقق حلمه ويشتغل في مجمع البحوث فمش بترضى تقوله على اللي بيحصل عندها في الشركة وبتفضل تعمل انترفيوهات علشان تجيب حد غيره بس هو بقى بيشوك انها بتحب حد تاني علشان طول الوقت بقت مشغولة لحد ما بيروح مكان بيلاقيها قعدة فيه مع واحد تاني فعلا وهي في الحقيقة بتعمل معاي انترفيو يعني بس طبعا شو بيشوك فيها ولما بيروح لها بيعرف كل اللي حصل وان الشركة بتديع فبيتصل باليانج يقوله انا مش اشتغل في معمل البحوث علشان لازم انقص حبيبتي وشركتها وبعدها بقى بيروح ليانج يقابل شيانج وبيقولها انا في الاول كنت فاكرك شخص طيب انما انت طلعتي انا نية انت عارفة شو قعد كم سنة يحلم بس انه يشتغل في المعامل دي وفي الاخر لما حلمه يتحقق عايزاه يروح ينقل شركة اهلك وبيفضل ليانج يفتكر اللي حصل زمان لما كان شو اشتر طالب عنده بعد كده مرة واحدة بقى يغيب كتير ولما سأل عليه عرف اللي ابو عمله وانه جاب له اخي ربيه فبيروح ليانج يقول شو هات اخوك الصغير مراتي تربيه وركز انت في المذاكرة لحد ما قدر شونه يتخرج والشركة تجبله عرض كمان وطبعا رفضه بسبب ابو تاني وراح اشتغل في الشركة وايلين فبتقتنع شينج بالكلام وبتقول ليانج انها هتخلي شو يبقى للشغل في معهد البحوث وبتروح بتشو بتحط كل الجوائز اللي كسبها قبل كده على التربيزة وبتسيب له رسالة مكتوب فيها انها عايزاه يحقق حلمه علشان يفهم شو انه حر في قراره وتاني يوم بتعمل شينج اجتماع في الشركة وبتقول للناس ان الشركة غالبا هتفلس يعني واللي عجبه براحته اللي عايز يمشي هو حر وقبل ما بتخلص كلام بيدخل شو ويقول لها شكل اتأخرت ولا ايه ومن النهاردة انا مدير الفريد تقني تاني وطبعا شينج ضميرها بيقنبها ومش بتوافق وبتقول له لو عايز ترجع تشتعل هنا يبقى انا انفصل عن بعض علشان ما بقاش انا السبب انه ضيع حلمك وكله طبعا بيحتفل ان شو رجع المكتب من تاني وكمان كل صحاب شو اللي شغالين في نفس المجال بيقرروا انهم يساعدوه بعد ما شافوا انه ضحى علشان الشركة حتى جيم اخو شيانج بيدفع من جيبه للشركة علشان تقدر تقف على رجلها من جديد ولما شو بيروح علشان يطمن على جدها بتشوفه بس مش بتبدا تكلمه وبتسيبه وتمشي وبنشوف بقى رجالة يانج اللي عاديين نفسهم الشركة تقع وبيقول له مستحيل شو شيانج دول ينقذوا الشركة دول شوية عيال يعني بعدها بيروح شو لجد شيانج علشان ياخد باله منه وبيقول له ما تقلاش يا حج انا مش بعمل كده علشان توفق عليا انا كده كده سبت شيانج علشان انقذ الشركة اصلا بس برضو الدنيا بتفضل خربانة والشركة مديونا وما فيش بنك عايز يديهم كرد جديد لحد ما بيبعت ابو لو عرض الجد شيانج تجوز ابني لحفيتك وانا اسد الكرد وطبعا شيانج مش بتعرف المفروض تعمل ايه بالذات ان اللو البارد بيقول لها قبلي لعرضه وبعد ما نتجوز بيوم نسيب بعض اهم حاجة اني اثبت لشو اني حطيت عليه واني قادر اخد حاجة منه وفي حفلة عيد الميلاد بيفضل لو يستفز في شو ويقول له انت خايف تقول ان شيانج حبيبتك وعايز تفضل على علاقة معاها من بعيد زي ما ابو كان بيعمل فبيقوم شو وياخد شيانج رجعها لبيت وبيروح تاني اللو وبيجري عليه بالعربية كأنه هيغبطه وبيقف في اخر لحظة وبينزل من العربية وبيفضل يضر فيه وبيقول له لو قربت تاني من شيانج هيبقى اخر يوم ليك وبيروح على شيانج علشان يصالحها وبيجيب لها هدايا عيد ميلاد بالهبل علشان تفرح يعني وبيوضعها بعدها وبيسافر علشان يلحى الانترفيو بتعمها هذه البحوث وبتكرر شيانج انها تطبع تقرير الافلاس لان كده خلاص الشركة مش هتعرف تصرف ويانج وكل اللي معايا بيبقوا مفسوطين على اخر علشان يعني شمتنين في الشركة بس في اخر لحظة وبيتباعي 120 مليون دولار للشركة وطبعا شيانج مش بتصدق نفسها ولا يانج واللي معايا وبنعرف بقى ان جيم اخو شيانج اتجوز بنت مديرة البنك وبنعرف ان كل دي اصلا خطة من شيانج واخوها اللي بيحب بنت مدير البنك بجد والظروف خدماته وخلاه يحول الفلوس دي علشان يرفع الكروض من على الشركة وتقدر توقف على رجلها من جديد وبيتعمل احتفال كبير علشان الشركة رجع تشتغل تاني وبيحبر شو معاهم وكله بيبقى هايس لحد ما بتشوف شيانج رسالة المعهد وبتعرف ان شو اتقابل علشان تكمل الحفلة وبيروح واحد صاحب لينج لتشين بيقولها ان لينج ده طلع عينه وراها وهو اللي بعت لها التذاكر وهو اللي كان بيعمل لها الاكل كل يوم وطبعا بتعجب تشين بلينج اكتر وبتروح تقوله انا مش على علاقة بلو ولا حاجة علشان تبقى فاهم يعني وبيرجع الاتنين لبعض تاني اخيرا وشو بيودع كل اللي كان شغال معاهم وبيروح على معهد البحوث وفي اول اجازة ليه بيروح يقابل شيانج وبيقولها انه هياخد شاور سريع علشان عنده حاجة مهمة عايز يقولها فبتفضل تقلب في جيبه لحد ما بتلاقي خاتم وبتفضل باتة تخيل انه هيتقدم له وبتاع وبتوقف مستعدة لما يطلع بس بيقولها لأ عادي انا كنت عايز اقولك انه مسافر في شغل بس ومش هبقى فاضي الفترة الجاية وبتعدي الايام وكل مرة يتقابله فيها بتفضل شيانج مستنية الخاتم ومش فاهمه هو رجع في كلامه ولا ايه بس في الحقيقة شو بيكون مشغول في المعهد في الوقت ده علشان هيتلقه كمر صناعي جديد بيساعد الصين في الملاحة اكتر وكل البلد بتفضل مستنية اليوم ده وبيكون شو قاعد في غرفة التحكم وبيكون واحد من المهندسين المسؤولين عن الاطلاق وفعلا بيطلع الكمر الصناعي من الارض بسلام لحد ما بيوصل للمصار بتاعه وبينجح الاطلاق وطبعا كل الشركة كانت قاعدة تتفرج على الاطلاق ده وبعدها بتروح الصحافة علشان تعمل مقابلة مع شو اللي بيقول لهم انا لسه عندي حاجة اهم وبيطلع الخاتم على التلفزيون قصاد الكل وبيقول لي شيانج تقبل لي تتجوزيني وطبعا بتقبل شيانج وبيتجوز اللي اتنين وبيخلفوا كمان عاي صغير وبيعيشوا هم التلاتة في دبات ونبات انا بحب المسلسلات بتاع الصين دي قوي علشان بتتكلم عن مجالات جديدة بحس كده والحد هنا بيخلص المسلسل ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد وبس كده